الإجهاد عامل أساسي في الظهور بنفس المستوى المتواضع النهاردة؟ هذا طبيعي كابتن، طبيعي. ما نرى في الملعب واضح جدا أن اللعيبة مجهدة. واضح جدا أن اللعيبة ليس قادرة النهاردة. كما نتكلم، ممكن في حتة أن كيف ستنفذ خطة المدير الفني، كيف ستشتغل حتى الحاجات الفردية؟ كل هذا لم يكن واضح جدا أو لم يكن موجود لكي كم الإجهاد عند اللعيبة. دعنا أقول لك شيء، لو معظم اللعيبة مجهدة، هل أنا وأنا لعب ليس مجهد؟ الحالة التي عند اللعيبة، أتأثر بها؟ أنت كمين؟ كالعيب؟ كالعيب يعني؟ كالعيب ليس مجهد؟ طبيعي، أنت تلعب خطوط، هذه أيضا من ضمن المشاكل، النهاردة للأهل بيلعب في حوالي 70-80 متر، مزموعة، تمام؟ وده شيء صعب جدا لما تكون بتمر بحالة من الإجهات، صعب جدا تلعب في 70-80 متر، مشكلة الأهل الحقيقية في الماتشات الصعبة اللي بره ملعبنا، أن الطريقة اللي بتهاجم بها مش واضحة، يعني أنت مش واضحة هتجيب جول إزاي؟ هل هتجيب جول من كرة عرضية؟ هل هتجيب جول من كرة سبتة؟ هل أنت بتلعب على هاجمة مرتدة سريعة؟ يعني إحنا اتفقنا كلنا في الستوديو، من حوالي 3-4 متشات فاتوا، قلنا 4-3-3 لا يصلح فيها محمد مجدي أفشل، لا يصلح فيها، تمام؟ مش لا يصلح فيها كأنه مش العيب، قصدي يعني، مش ده الأنسب أن يلعب وينجي في الحتة دي، تمام؟ الشوت الأول، محمد مجدي في نص مرعة، بقيمة نحت لمين؟ عند الجاب كبير جدا نحت شمال، الشوت الثاني نفس، بيتكرر نفس الموضوع، ممكن لو أنت عايز تلعب بتلاتة قدام، عشان تستغل التحولات، يجب أن تلعب بلعبة أوريد هي لعبة وينجرز، عندك حسين الشرحات موجود بره، عندك طهر محمد طهر موجود بره، ممكن تلعب بشريف على اليمين، وتلعب بحثم حسن في قلب الملعب، فكرة كمان أنك بتلعب كرات طولية على محمد شريف، وهو مش اللعيب رقم تسعة، اللعيب الارتكاس بتاعك برضو، فكرة صعبة جدا جدا على متشات، أنت بتلعبها بره، نحن الساكند بول، ليس بتاعت النادي اللالي كلها، الشرط الأول والشرط التاني، ليس موجود، لأنك بتاعب كرة طويلة، مستعني محمد شريف يوقف، لا محمد شريف دائما عايز يأخذ في الفاضي، عايز يأخذ في مساحة، عايز يتحرك لقدام، عشان يأخذ يعني يستلم قدام المرمى، هذه طريقة لعب، ويسجل منها هدف، ويجيد فيها محمد شريف، لكن طريقة اللعب بتاعت النهاردة لا تتناسب مع قدرات شريف وإمكانياته، أنا النهاردة كمدير فاني، لازم أنا برضو عارف أنا هشتغل إزاي مع لعبتي، عندنا يا جهادات، عندنا يا جهادات، مش هنقدر نتكلم في الحتة دي، لأن فعلا، واضح من أن اللعبة مش قادرة، لعبة تعبانة، بتمر بحالة كبيرة جدا من الإجهاد، كبيرت نتكلم، مباراة أفريقيا، وبعدين بتلعب مباراة كبيرة زي بيرمينز، النهاردة بتسافر، وبتلعب مباراة أخرى، ترجع تلعب حالك كبيرة جدا من الإجهاد، ولكن أنا النهاردة كلعيبة، وأنا النهاردة كمدير فاني، لازم أقاري الحالة بتاعت وشايفها، ولازم ألعب عليها، النهاردة مفترض ما كنتش لازم تلعب جيم مفتوح مع صندوز، أنت فاتح ملعب قوي، يعني طولي وعرضي، صعب جدا جدا في ظل أنك أنت اللعبة مش قادرة ولعبة تعبانة، صعب، المفترض أنك بتلعب في 45 متر أو بتلعب في 50 متر، وتتحرك بشكل جماعي في الملعب، سواء في الحتة الهجومية أو في الحتة الدفاعية، عشان كده النهاردة كان هناك مساحات كبيرة جدا لعيب تسانداونز، النهاردة أكثر من كرة، بيروح انفرادات من على اليمين، من ناحة اليمين، ومن ناحة الشمال، دعنا نقف معك في النقطة دي، أحيانا أنت مجهد، كان يقول لنا كده زمان، أوقف مكانك وخصوصا، أوقف صح بالنسبة لخط الدفاع، صح، صح؟ طبعا، ومع ذلك، الشوت الثاني شهد أكثر من انفراد، وأكثر من هجمة، من العمق، ومن الجنب، لسانداونز، كابتن متحرك، أنت دفاعيا، لو أنت واقف صح، وهجوميا، في الثمانتاشر ناحة الثانية، ما أنت في مسحات كبيرة في الملعب، ماشي، يعني يا كابتن أيمن حضرتك، النهاردة مثلا، النهاردة أنت كنت عايز تسجل، تسجل هذا، صح؟ الاثنين الباكين موجودين، لكن الاثنين الباكين بتوعك طيرين، الاثنين طيرين، فأنت أي حجمة مرتدة، في مسحات كبيرة جدا عليك، فأنت صعب جدا جدا، حتى لو أنت كسنتر باكس، واقف صح، مع الاثنين الفراودة، فأنت في ناحة دمين ناحة الشمال، في لعبة جاي فاضية، أنت كل الدبل باس النهاردة، لعبة جاي فاضية، من الوينج، بيلعب مع رأس الحرب الدبل باس أو الوينج، بيروح مفراط، زي اللي تلعب، البطء يا كابتن، البطء يا كابتن، في الباس نفسه، اللي بقوله عليه أيمن ده، عارف إمتى، وأنت مش خسرر واحد، وأنت خسرر واحد، اللي بقول عليه بلال، المجاسفة، إنك طاير، بالظبط، أنت بدور على هدف، إنت عاف، لو أنت متعادل، والطريقة بنلعب بها دي، امتياز، لكن، اللي بتكلم فيه بلال، إنك خسرر واحد، فأنت النهاردة، عندك الاثنين الباكين بتوعك، مش موجودين في أماكنهم، فأنت أي لعيب، من سانداونز، بيتطرف، بيبقى فاضل واحده، فبيقابلوا رس الحربة، بيعمل، زي اتعامل الثلاث، أربعة مرات النهاردة، دابل باس، بيتروح مفردة على الجلد، كمان في حاجة النهاردة، يعني كانت من ضمن الحاجات الحقيقة، اللي ما كناش موفقين فيها، سرعة الباس في نص ملعب، الفرقة بتضغط عليك بشكل سريع جدا، وانت النهاردة عايز تمسك الكرة، وتلف، وتلعب، لا، في فرق ما ينفعش تلعب معها بالرتم ده، في فرقة بتضغطك، انت هتقابل، في إفريقيا هتقابل فرقة سريعة، هتقابل فرقة قوية، هتقابل فرقة عندها كورة البعدة مختلفة عن الدور المصري، انت الدور المصري مصيطر، خلاص، مصيطر وانت الأقوى، وانت الأحسن، وانت الأفضل، وكمان، ممكن تمر بحالة من الإيجاد، لكن عندك البدايل السريعة، اللي أفضل برضو، من اللعيب الموجودة في الدور المصري، فأنت أريد الكافة بالنسبة لك، أرجح بكتير جدا، أنت أفضل في إفريقيا لكن لما بتمر بحالة إجهاد أنت بتبقى أكول مع بعض الفرق هنا على الشتاجة كابتن زي والضغط من العيوة تلاتة بتغطو بس تريبا في نص ملعب الأهل يعني بصنا كابتن الملعب مترحل دايما يعني السلاسي بتاعنا ما أعتقدش أن هذه الوقافة الصح السلاسي ووسط ملعب بتاعنا هتنتشر إزاي؟ وهتستحوي إزاي؟ النهاردة أي كرة في القلب هتتضرب يعني لو تبسط للسلية أو تبسط لفتح أو بس لديانج هتتضرب فطبيعي جدا عندنا انتشار وإحنا معنا كورة هذا الطبيعي نهاردة ما كانش موجود ممكن برضو يكون حالة الإجهاد مأثرة على اللعيبة النهاردة ممكن السبب ممكن آه كابتن والإجهاد يصل على تركيزك فرعة بس أنت لما بتبقى مجد يا كابتن زمان اتعلمنا إيه لما تبقى مجد بص كتير بص كتير اتحرك نفس الصورة كابتن اتحرك نفس الموضوع أنا نهاردة كابتن أنا نهاردة كاسنتر باك برضو السنتر باكس النهاردة بتعونا معزولين شوية لأن أنا هباصل لعيب نص مرعة بزي ديانج ممسوك ده ديانج ممسوك حمدي فاتحي نفس الموضوع ممسوك طب انتع فين الحل بالنسبة لك كاسنتر باك أنك تباصل لعيب من نص الملعب يعني يبقى الواحد ويقتدى يعمل هو عملية النقل مش بتكلم معاولية التحول بكلم معالمية النقل ما احنا تكلمنا لالإجهاد يعني مش مخليهم يركزوا في الحاجات دي كلها يعني خلع خانيا في الاستخقام انا انا وجهة النظر في دي يعني طالما عندك إجهاد مش شعب تنفذ ده أكيد أنا متفق مع حضركة بس أنا و أنا عندي إجهات لازم أبقى أنا كمان لعيب زاكي في الملعب. أفكر بزاكي لازم أبقى لعيب زاكي في الملعب. أتحرك إزاي؟ أتحرك إمتى؟ وطريقة اللعبة الأزوكية برضو. طريقة اللعبة الأزوكية تقربوا من بعض. أكيد. كسيستم. أكيد. يعني النهاردة من وجهة نظري الشخصية. ممكن كان خمسة أربعة واحد طريقة الأنسب بالنسبة لعيبة النادي الأهل. ليه؟ أنت بتلاعب فرقة أهم ما يميز الاثنين الوينجرز بتاعها. النهاردة أنت بتلعب أربعة. لما علم معلول بيزيد أو لما كان من ناحة تانية كريم فوقت بيزيد. دايماً الحتة بتاعتي بتبقى فاضية. لو بتلعب خمسة يعني ثلاثة. هيبقى دايماً عندك أربعة في الحالة الدفعية. لو بيزيد الرايت باك أو الليفت باك. دايماً هيبقى الثلاثة وفي واحد مرحل ناحة تانية. وفيه في نص ملعب ثلاثة تانية موجودين. فأنت عندك زيادة دايماً في نص ملعب. زيادة دايماً في نص ملعب. النهاردة لأ. لما بيزيد الباك. وديكت مشكلتنا الشوت الأول. لما بيزيد الباك. دايماً الحتة اللي عنده على طول دايماً فاضية. فبيستلم فيها لعبة سانداونز. وعندهم راحة وعندهم سرعات. ويقدروا يشتغلوا فيها بشكل كويس. ممكن. يعني مش عايز برضو. يعني أتحامل على مستر مسلماني. ولكن هرجع برضو أقول أنت أوقات كثيرة جداً. بترسم وبتبني. لكن العمل البدني بيبقى مؤثر شوية عليك. بيبقى ضغط غصب عنك. لا يجب أن تعملوا. نهاردة أربعة تلاتة تلاتة. ممكن تبقى طريقة حلوة. إنك تلقى بكاونتر التاكس. بس أنت لعبة عندك مجهدة. مش تتغير تشتغل بسرعات دايماً. مش تتغير تشتغل في حوالي ستين ستبعين متر. رائح جاي. بالنسبة للبرسيتاو اللي لسه راجع من الإصابة. حتى كمان مجدي أفشى. مش ده اللعيب اللي تقدر تعتمد عليه في الحتة دي. إنه يشتغل طول الوقت على الخط. لا. مجدي عايز يلعب أربعة تلاتة واحد. عايز يبقى البلاي مايكر. عايز يبقى صانع لعاب. يجي دايماً بوشه. يبقى عنده وقت يشتغل مع رأس الحرب اللي قدامه. ما كانتش موجودة النهاردة. النهاردة كان فيه أكثر من حاجة. ممكن إن شاء الله المباراة اللي جاية تتعدل أو تتوظف بشكل كويس. الخصف النهاردة برضو كان موفق بشكل كبير. كابتن عادل تتكلم على حيث التغيير الوقت والصفر. والنادي الأهلي راح في توقيت صعب والمباراة الساعة 3. حاجات كثيرة جداً. بس إحنا هنقابل الكلام ده في إفريقيا. أنا أتكلم لها كابتن. لأن دي مش هتبقى آخر مباراة الساعة 3 في إفريقيا. دايماً أنت مباراة في إفريقيا بتبقى فيها صعوبات. صعوبات في الصفر. صعوبات في توقيت اللعب. نهاردة ممكن تكون درجة حرقة سهلة شوية. بعد كده ممكن لو ويعنا في فرقة تانية. ممكن درجة حرقة تبقى أصعب شوية. فالنهاردة عندك مشاكل في إفريقيا عندنا مشاكل. عندنا إجهادات. عندنا إجهادات. أو لازم نقف وقفة كبيرة جداً مع اتحاد الكرة المصقى. أو مع ربطة الأندية. لأن مش طبيعي إنك هتهلك بالشكل. مش طبيعي. مش طبيعي إنك تلعب كل الماتشات دي. يعني وروا عداء بالشكل ده. يومين وبتلعب. يومين وبتلعب صعب جداً جداً. يمكن الكابتن عادة. صعب كمان يا كابتن. عشان لعبت المنتخب. أنت لعيبة عندك. عند النهاردة عندك حمد فاتح منتخب. دول حيوصلوا الماتشي السنغال مش أدريه. دو وضع طبيعي أي واحد يفكر كيف. مصر كابتن يعني لازم يبقى لها حل. سهول موضوع مش عافية كابتن بلاي. ده أكيد. هو أنت أنت النهاردة بتدور فين في الآخر. بتدور على أنك تعمل مسابقة نجحة. بتدور إنك الفرق بتاعتك. تأخذ بطورة الفرقية. عشان يبقى عندك قيمة السوقية للدوري المصري. بشكل كبير. ده مش. الأهل وإذا لم يخرجوا من البطولة. خلاص. انت فقدت قيمة كبيرة للدوري المصري بالنسبة لي. ده وضع طبيعي. النهاردة منتخب مصري ما وصلتش كس العالم. فقدت بقيمة كبيرة جدا. وقيمة تسوقية لمنتخب المصري. فالنهاردة لازم نبص نحن كمان لدي. يعني مش هحصل مشكلة. لو أجلنا ماتس بيرامتز مثلا يعني. برغم أن حكسبنا ذلك. يعني مش هحصل مشكلة. لو النهاردة ادينا فرصة للفرق الأهلي والزمالك. أنها تلعب وتستريح قليلا قبل البطولات الأفريقية. قبل ما تلعب في البطولات. لأن ده صعب جدا يعني. صعب جدا أنك تهلك بالشكل. صحيح. طيب.